انت ايه اخرتها معك يا احمد سعد طلق للمرة الرابعة زوجة احمد سعد بتعلن الانفصال عنه ونشر سمية الخشاب بوستات شماتة يا لهوي بلاي بلاي كل الناس قاعدين فتحين صفحتها دلوقتي وهي سمية الخشاب واللي بالفعل ما خيبتش ظن جمهورها فجرت بيها السوشيال ميديا وده لما نشرت بوست على عكس المتوقع من الواضح جدا ان الكلام ده اتكتب في وقت عصبية وزعل واللي نشرته علياء بسيوني وقالت الحمد لله على كل شيء تم اطلاق بيني وبين احمد من شوية بناء على رغبته حب اشكر احمد جدا على اصله الغير طيب ومعدنه السيء وحب اقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موافق في خراب بيتنا وتدمير اسرتنا الجميلة لان انا حقيقي تعبت فيها الوحدي تماما وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها علشان الاسرة دي وعشان المشوار لاننا ابتدينا مع بعض وما كنتش حبة انه ينتهي شكرا على توقيتك الجميل وانا قعدة ببيتي ثلاث ايام وانت مش عارف حاجة علشان مجغول في الساحل وخرجاته وبعدها شغلك شكرا على المقلب لان اللي انا خدته في العلاقة دي اللي كنت فهمة ان ليها ايمة بابني وبضحي وبتنازل علشانها وانت طلعتها ولا تسوى ربنا معايا انا وبناتي في اللي جاي وينتقم منك ويديك على قد كل حاجة حصلت من هنا بقى الناس اتقسموا من رأي اول ورأي تاني رأي اول قال هو اللي خسران وانه هو مش بتاع جواز ولا استقرار وهو من وقت ما تجوزها وهو في حتة تانية وبقى من نجوم الصف الاول وانها الوحيدة اللي عارفت تخليه مطرب وهو مش مراعي ولا حتى عامل حساب وخاطر بناته تاني رأي وده بقى اللي قال هي كانت مستنية اي يعني من واحد لسه ما كملش الاربعين ومتجوز قبلها الثلاث مرات جوازاته كلها بتنتهي بالفشل جودته على سرته وسمعته طيبة في الجواز ولا ايه هي مش مكفيها لقلته عليه سمية الخشاب ولا ايه الحمد لله يا رب ان انا اطلقته بقولها لك دلوقتي الحمد لله ان انا حياتي كانت في خطر معا وانها حابة تزود الغلطة اكبر راحت جابت منه بنتين يعني لو هي شايفة ان هو شخص سيء قوي كده جابت منه البنت التانية ليه انها عملت تحدي قدام كل الناس انها هي الوحيدة اللي هتعمر معاه وعايزة تثبت ان العيب في زوجاته القدام طبعا فيه جزء اللي هو الناس قدام ده جزء موجود معانا وفيه جزء تاني انا حبيت شغل احمد جدا انا من ساعة معرفة احمد حسيت ان هو المفوضي بقى في حتة تانية خالص غير اللي هو فيه بقى تارجت بالنسبة دماغي ما بتفكرش في حاجة في شغله غير اللي جاي فيه طيب خلينا احنا بقى نرجع ونقول مين ملاحظ ان الطلاق حصل في نفس تاريخ عيد الجواز يعني تاريخ عيد جوازهم كان من سنتين بالزبط في شهر تمانية والطلاق حصل تقريبا في نفس التاريخ الحقيقة من بعد اعلان جوازهم الناس توقعوا ان الاستمرار لفترة صغيرة جدا لكن لما احمد سعد بدأ ينجح في شغله بالشكل المرحوظ قوي ده والاعلان عن خبر انجاب طفلة الاولى الجمهور بدأ يقول ان المشكلة كانت في عدم التفاهم ما بينه وما بين زوجاته السابقين والموضوع بدأ يتأكد اكتر لما اعلن كمان عن طفلته التانية واللي حاليا ما كملتش تلت شهور علشان كده جي خبر الانفصال اللي كان صدمة يعني لو كان تم الانفصال في وقت قبل كده ما كانتش هتبقى صدمة اوي وخليني اقول برضو ان علياء نشرت البوست ومساحته بعدها بشوية وده اللي خلى الناس كتير متوقعين ان تم الصلح ما بينهم لكن مفيش اي طرف فيهم نشر اي حاجة بخصوص الموضوع ده مرة تانية لحد دلوقتي نيجي بقى للي فتحين صفحتها دلوقتي وكله قاعد مستنيها تنازل اي بوست وفعلا ما خيبتش الظنط ونشرت بوست لكن رجعت بعدها على طول ومساحته وده لان سمية معروفة بتويتاتها اللي بتنشرها خاصة في مشاكل احمد سعد واللي اول مرة كانت تفرحه كان تلقيح واضح وصريح وان بعدها طلعت وقالت لا ده كان بوست عادي وما فيش اي حاجة يعني هو كان متوقعي انها تقول غير كده وبصراحة ده ما كانش هجوم على سمية لانها من بعد اللي حكته واللي تعرضت له فبتأكيد لازم يكون لها رد فعل انت بتتهمي احمد سعد بالشروع في قتلك وانك فقدت جزء من جسمك طبعا عها مستديمة تسببلي في عها مستديمة انا فقدت تحالي بسبب احمد سعد بس اللي انا مستغربة بقى هو حاجة تانية هو ان اي وحدة تتجوز احمد سعد لازم تطلع بعدها تقول انا استحملت حاجات ما حدش يقدر يستحملها يعني ريم الباروت وطلعت قالت انا استحملت التصرفات منه ما حدش يقدر يستحملها تاني واحدة وهي سمية الخشاب واللي طلعت قالت انا استحملت حاجات ما فيش حد يقدر يستحملها وعلشان ما خليش ريم تشمت فيها دلوقتي بقى علياء طلعت قالت انا عديت بمواقف ما حدش مكاني يقبلها وبتهيقلي برضو انها تحملت علشان ما حدش من كل اللي كانوا قبلها يشمت فيها اصل مرة دي بالذات في ثلاثة قبلها اول واحدة اللي ابن بيومي والتانية ريم البارودي والتالتة سمية الخشاب ودي الرابعة ومن الواضح كده ان فيه اجماع على نفس الكلمة ده بقى غير الاعلامي تامر امين اللي طلع وقال له انت بتتجوز وبتطلق اكتر ما بتغني وان حياتك الشخصية في الجواز مشهورة اكتر من مشوارك الفني نفسه وان ما فيش حاجة اسمها فنان ويلوح حياته الشخصية وان ضريبة الشهرة هي عدم خصوصية الفنان وان ما حدش يقتحم حياتك الشخصية انت وزوجاتك انتو اللي بتطلعوا تفضحوا نفسكم في البرامج هيسمعني دلوقتي هيقول لي يا تامر ما تدخلش لحياته الخاصة حقول له لو كانت حياته الخاصة بس الحقيقة تعلمنا والحقيقة علمتنا ان النجوم حياتهم مش خاصة الزواجهم مش خاص وطلقهم مش خاص واسرارهم حتى مش خاصة تعلمنا كده ان دي ضريبة النجومية ما بابك بقى كمان لما يكونوا هم النجوم دول هم اللي جابوا لنا حياتهم الخاصة لحد عندنا هم اللي بيطلعوا يتكلموا عن بعض في الاعلام يعني شفتوا احمد سعد وطليقاته شفتوهم كم مرة في برامج بيتكلموا عن الخناء اللي في الحصلة وازاي جاوزتوا وازاي اتطلقتوا وإيه سبب الخناءة وإيه سبب المشاكل فبالتالي لا يلوموا إلا أنفسهم اللي يطلع معدته وأسراره وأحشاءه بره ما يلومش الناس ان هم ما بيتفرجوا ما انت يا ابني اللي بطلعها